السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن أساسيات التخزية في رمضان وإيه اللي المفروض أكله في رمضان علشان أطلع من رمضان بصحة كويسة بدل ما هنطلع من رمضان زي الدين في الوزن وإيه أمعاءنا وإيه أهضمنا مش أفضل حاجة ولو انت مهتم بموضوع التمرين وإزاي تتمرن في رمضان وإيه أفضل أنواع التدريب في رمضان وإزاي أحط النظام لرمضان أطلع منه بأفضل النتائج فياريت تشترك في القناة فعل الجرس لأن الفيديو الجاي إن شاء الله عن أساسيات التدريب في رمضان والنهاردة هنتكلم عن أساسيات التخزية فيالله بينا فهنتكلم من واجبة واجبة إيه اللي المفروض ناكله وإيه أفضل أكل في الواجبة ديت طيب لو شربتوا مية كتير إيه اللي يحصل طيب إيه أكتر ألياف فيها مية انتها بتعوض بقى المية ديت بإنك تأكل أكل يعمل ارتواء للجسم حاجة تالتة بقى ودي برق الطب خالص هو أن انت تقدر تقف صلي الطريح وانت خفيف في واجبة الصحور لكن في النص مشان أكل حاجة طيب بالنسبة للفئة التانية اللي هما الشباب أو الفئة الرياضية أعكل إيه أو إيه أفضل حاجة أكلها في الصحور إن السكريات بترفع الكورتزول طيب هنا هيجي سؤال ماذا لو إن أنا عكت في يومنا ولا يومين أهلا بيكم من تاني لما نيجي نتكلم عن أساسيات التغذية في رمضان هنبتدي نمسكهم وجبة وجبة وإيه اللي المفروض ناكله في كل وجبة طبعا إحنا في رمضان عارفين إن الأصل فيه إنك تقلل الأكل زي ما نتكلمنا في الفيديو بتاع السنة اللي فاتت إن انت تاخده كشهر ديتوكس أو تنضيف ما تحملش على جسمك بالمواد الغذائية أي إن كانت سواء بقى من أكل أو من مكملات وكمان إن انت تخلي جسمك إنه ينظف في الشهر دوت تساعده على التنضيف هنتكلم من وجبة وجبة إيه اللي المفروض ناكله وإيه أفضل أكل في الوجبة ديت طيب نبتدي الأول بالفطار طبعا لما المغرب تأذن يفضل إن انت تاخد ثلاثة مواد وتشرب معاهم شوية مية وبعد كده تفصل حوالي ربع ساعة يعني إيه أفصل حوالي ربع ساعة طبعا من ناحة الشرع أنت بتوح تصلي المغرب والسنة والكلام دوت لكن من ناحة التغذية أنا بعمل إيه بالفصل دوت بعمل تهيئة جسمي بعمل له تهيئة إن هو يستقبل الطعام ويطلع منه المواد الغذائية طيب ده ليه؟ أنت بتبقى صايم من 14 إلى 16 ساعة فأنت جسمك هنا قريدي المايكوبروم عندك والأمعاء والجات عندك كلها مطفية أو مفيش دم يوايح للحت ديت خصوصا لو أنت بتروح مثلا جامعة بتشتغل أي نشاط بيسحب الدم بإيدة عن الجهاز الهضمي يعني أنت مش قاعد فأي نشاط بيسحب الدم بإيدة عن الجهاز الهضمي أنت هنا أمعاءك وجهازك الهضمي محتاج أنك تعمله يعني إيه نوع من أنواع الزغزرة كده تفوقوا عقبال ما تبتدي بعد كده تدخل الأكل طيب لو شربت ميا كتير إيه اللي يحصل؟ لو شربت ميا كتير مع بداية الفطار هتلاقي عندك زي ما تكلمنا كتير إن الحمض المعدة هيخف وبالتالي هضم للطعام سيء وبالتالي استفادة من الغذاء ده وتسيء فتلات مرات بس تشب كبايتين ميا بالكتير قوي وبعد كده هتدي معددك ربع ساعة تعمل إعادة تحييئة أو تعمل لها تجهيز دي الوجبات اللي دخلها طيب بعد كده هرجع هدخل على الفطار ايه أهم حاجة في الفطار؟ أهم حاجة في الفطار عنصرين اتنين بس أول عنصر هو الفايبر ثاني عنصر هو البروتين طب ليه العنصرين دول هم أهم حاجة؟ الفايبر إحنا عندنا الأمعاء أو الأكل بتاع المايكروبيوم هو الفايبر أو الألياف الألياف دي عندنا فيه منها نوعين النوع النشوي والنوع هو اصلا فيه مية. يعني النوع بيمتص المية ونوع فيه مية. تمام? انت محتاج انك تدخل النوعين. لكن النوع اللي هو اصلا اريدي فيه مية. محتاج انك تدخله بصورة اكبر. طبعا عشان يعود جسمك به المية اللي انت بتفقده على مدار اليوم. طيب ايه اكتر الياف فيها مية? هي الخضروات عموما. طب والالياف اللي هي بتسحب المية الالياف بتاعة النشويات. زي مثلا مثلا الشوفان الشوفان فيه الياف لكن اليافه بتسحب الماء اللي في الجسم البطاطس فيها الياف لكن بتسحب الماء اللي في الجسم وهي كذا فانت محتاج تدخل النوع التاني من الياف اللي هو اصلا بيكون فيه مية طيب الالياف اللي بيكون فيها مية زي ما بنقول هي بيكون الخضروات عموما فانت محتاج انك تبتدي على الفطابة بتاعك بطبق الصراطة او على اقل يكون فيه نوع من انواع الخضروات يعني ايه اللي بتبتدي بيها علشان تدخل للامعاء بتاعتك او للميكروبيون بتاعتك الاكل بتاعها وفي نفس الوقت تتعوض جسمك بشوية من المياه لان احنا زي ما لو تفتكر احنا قلنا ما نشبشو مياه كتير فانت هنا بتتعوض بقى المياه ديت بانك تاكل اكل يعمل ارتواء للجسم او يعمل هيدريشن للجسم يعني جسمك مرتوي بعد كده بتخش على البروتين ايه اهمية البروتين هنا اهمية البروتين هنا انت جسمك بقى في حالك كتابوليك او في حالة هدم تمام انت محتاج انت تعمل او تشغل موضوع ان جسمك يبتدي يعمل او يبتدي انه هو يعمل حالة بناء بقى طيب الحالة البناء دي الجسم بيروصلها في الافضل حاجة لما بتقواكي البروتين كمان ان انت بتبقى مثلا ستاشر ساعة ده ما بيقول انت صايم فانت جسمك محتاج للبروتين او الاحجار اللي بيبني بها علشان يبتدي بقى يعمل زي ما بنقول ويبتدي بقى يبني الخلال العضلية ويبتدي يبني الانسجة والضوافر والشعر والكلام ده كله اي حاجة بجسمك علشان تبني محتاجة بروتين فاحنا هيا بنركز على الخضروات والبروتين طيب والنشويات النشويات انت لو تفكر انت خدت تلات تمرات فيهم نسبة كايبوردريتس اللي بأسة بها وبعد كده احنا بنقول تدخل الياف من الياف النشوية اللي هي بتسحب المية فانت هنا بقى دخلت اهم عنصرين وهما البروتين ويقيل الياف طيب انا هنا عايز ان اوه عن حاجة وهو ان انت في وجبة الفطورة بتاعتك على قد ما تقدر تبعد عن الاكل اللي فيه دسم او الاكل التقيل طب ده ليه لشيئين اول حاجة ان الاكل دوت هيكون فيه سعار عالية جدا ودوت هياخدنا في رمضان اني حنطلع منه بقى وحنة دخان مش اني حنطلع منه او اني احنا محافظين على وزننا او اني احنا نطلع منه واحنا فت لأ انت الاكل الداسم هتلاقي ناسك خصوصا في اللمة وفي قعدة رمضان هتاكل منه كتير فبالتالي هو اصلا فيه شعارات عالية فهتلاقي الدنيا ضربت معي تانية حاجة ان انت الاكل ده بيقى تقيل على المعدة وصعب في رهض وباطئ في الامتصاص وانت زي ما بقولك انت صايم من 14-16 ساعة فانت محتاج اكل سريع لامتصاص اكل تاخده او جسمك يهضمه بسرعة ويمتص منه العناصر الغذائية في اصفع وقت علشان يبتدي يعمل بقى واستشفاء والكلام ده كله حاجة تالتة بقى ودي برق الطب خالص هو ان انت تقدر تقف في تصلي التاريح وانت خفيف برقى كده تاكن مسلا اكل مكونا بشعمل لي ولا الاكل تقيل قد تلافتك مش قادي تقف في تصلي التاريح اصلا لكن لما تاكن اكل خفيف هتقدر تقف تصلي التاريح وانت خفيف طيب دي كده اول وجبة خلصنا منها في وجبة الصحور لكن في النص مش انا اكل حاجة في النص انا عايز اوجه وجبتي لفئتين يعني كل فئة مختلفة عن التانية اول فئة وهو واحد عادي واحد مش بيتمرن واحد ده تلمعيه يأكل وجبة في النص يفضل ان يكون وجبة اسناكس عبارة عن فواكه عبارة عن شواء مكسرات عبارة عن كباية شاية علامة علاقة زبدة كباية اهرب الزبدة لهو نوي انه يصهر يعني حاجة خفيفة حاجة ما تتجوزش من 200 تلتميت كالوري ليه؟ عشان انت هنا مش محتاج ان انت تدخل جسمك كمية صعوات عالية او مش محتاج ان تدخل جسمك اكل تقيل يقعد يهضم فيه لحد الصحور خصوصا لو هتنام طيب لو هصهر لو هصهر مش محتاج ادخل الجسم فيه صعوات عالية علشان في مجمل اليوم مبقاش بدخل صعوات ازياد فبالتالي اطلع من رمضان وانا تخيم طيب دي فئة العادية هي اللي هي مش بتتمرن او كده طيب بالنسبة للفئة التانية اللي هم الشباب او الفئة الرياضية الشباب او الفئة الرياضية هنا انت محتاج تدخل وجبة تانية يعني انا متفق معاك ان انت بتخلص الفطاب بعد ايها بتالت 4-5 ساعة بتقع عين فمحتاج انك تدخل وجبة تانية فلو انت شخص رياضي خلي الوجبة تانية دي بعد تمرينك يعني انت تكون اطمأنت وبعد كده دخلت في التامين مش عايز اخش او في تفاصيل التامين ان شاء الله هكون تفاصيل كلها موجودة في الفيديو اللي هينزل بعد دوت ان شاء الله فافتكر ان انت لو مهتم بالتمين تفعل الجرس عشان يصلك الفيديو اول ما ينزل طيب هتهتم بان انت تخلي الوجبة ديت بعد التدريب بحيث ان انت بعد التمين تدخل وجبة ان يكون فيها نسبة بروتين كويسة يكون فيها نسبة نشويات سريعة الامتصاص هنا بقى كل روز كل مكارونا كل بطاطا كل بطاطس كل نسبة نشويات كويسة سريعة الامتصاص بحيث انك تملى مخازن الجلوكوس بتاعتك او مخازن تملىها في العضلات فيبقى عندك بعض الطاقة اللي جسمك يقدر ان هو يعمل بها واستشفاء للعضلات ولو انت شخص مش بتمرن لكن شباب ممكن تدخل وجبة زي ما بولك تكون وجبة معتدلة الى حد ما شعارتها لا تتجوز الخمسمائة صعبة بحيث ان انت متكونش وجبة دية تقيلة تخليك ما تعرفش للصحر وفي نفس الوقت تميد جسمك بالطاقة في اسرع وقت علشان لو هتنام فعشان جسمك يقدر انه ياكل على الصحور كويس وقدر يعمل كمية عناصر غذائية كبيرة على قد ما يقدر طيب ندخل بقى بعد كده على الوجبة الثالثة والاخيرة وهي وجبة الصحور اي افضل حاجة اكلها في الصحور افضل حاجة هتاكلها في الصحور هو نوع الالياف التاني اللي هو بقى بيمتص الميا هو بقى انه أحتاج اكله هنا طب ده ليه لانه هو دما بيمتص مياه بينفش في الجسم فيبتدي يديك اشباع لمدة اطواد زي مسلا البقول كلها زي النشويات التانية كلها بيجي عن الخضروات文asi النشويات التانية بيجي عن الخضروات وكمان محتاج انك تاخد نوع من انواع البروتين علشان جسمك يقدر ان هو يعمل طول فترة الصيام او يقدر ان هو يكون فيه نسبة بروتين طول او اطول فترة ممكنة طيب ايه اطول بروتين بيتم امتصاصه هو بروتين الكازين بروتين الكازين او نوع من انواع البروتين اسمه بروتين الكازين ده وتلوع بيكون طالع من مشتقات الالبان الالبان ومشتقاتها كلها اللي هو الجبن الالباني الزبادي الكلام ده كله كلام ده كله بيكون فيه نوع من انوار البروتين اسمه بروتين الكازين البروتين ده جسمك بيقعد يمتص فيه من 4 ل 6 ساعات على العكس اي بروتين عادي اللي هو مثلا فراخ او لحمة او سمك او الكلام ده جسمك بيمتص فيه من ساعتين لاربعة لحسب نوع البروتين لكن بروتين الكازين من 4 لست ساعات فانت هنا محتاج كمية البروتين او العنصر البروتين اللي انت هتدخلوا جسمك يكون من بروتين الكازين علشان جسمك يكون فيه نسبة بروتين اطول فترة ممكنة تمان ان انت لو هتطبق بقى او هتكمل يعني اقصد ان انت مثلا لو نمت وخلاص هتكمل محتاج ان انك تدخل جسمك يعني شط كده صغير من الكافين سواء بقى اثرا من شاي او من قهوة بحيث ان انت تقدر انك تستمر من غير ما جسمك يعتمد على الجلوكوز بتاعك في الطاقة حيث ان انت تقدر تستمر من غير ما جسمك يعتمد على الجلوكوز فيه الطاقة. يعتمد على الكافين او على التنبيه العصبي مش التنبيه بتاع الطاقة بتاع الجلوكوز. طب ده ليه? دي سببين? اول سبب علشان جسمك يقدر يستخدم الجلوكوز دوت في اي نصات يومي بعد كده. تعني السبب هو ان الطاقة اللي بتقى مستخلصة ديت قلنا. بتقى مستخلصة من الدهون او مستخلصة من الجلوكوز. المستخلصة من الدهون. جسمك بيفتت الدهون دي اسرع مع الكافين فيتم استخدام هذه الطاقة. طب احنا مش عايزين نستخدم بتاع الجلوكوز دي لان بتاعة الجلوكوز بتاع محتاجة شغل شاق او شغل بدني متعب علشان جسمك يقدر يعمل او يكسر الجلايكوز دوت ويبتدي يستخدمه كجلوكوز ويبتدي يستخدمه في الطاقة فمحتاج انك تعمل شغلة ايه? لكن انت في المعتاد في بداية اليوم كده مش هتعمل شغل يعني شغل بدني شاق لكن هتعمل شغل عقلي اكتر او شغل المنتلي يعني محتاج مجهود ذهني اكتر فانتنايا محتاج تعتمد على مصادر الطاقة من الكافين طبعا لو هي اكسر الدهون مش محتاج انك تعتمد على الجلوكوز دلوقتي بكده انت تكون عرفت تلات وجبات بتوعك ايه افضل حاجة انك تقلهم فيها وعرفت لو انت شخص مش بيطمان افضل لك انك تاكل وجبتين بس علشان تطلع من امضان في نهاية الشهر وانت مش زايد في الوزن طيب عايزين بقى شوية نصايح عامة كده في رمضان بالذات احنا كلنا بلقع فيها وانا اقولكم بقع فيها لكن احنا بنذكر بعدينا اول حاجة افكرك بشرب المياه شرب المياه نحنا في رمضان بننساها جدا خصوصا في رمضان بتاع السنة دي الفين ثلاثة وعشرين علشان الامضان السنة دي الحمد للجو مش حار فبالتالي بتلاقي من المغرب لحد الفجر انت ما شربتش كمية مياه كافية تقدر ان هي تخليك بيئة الجسم او مرتوي جسمك مرتوي مش محتاج شربة مياه عشان كده انا نوهت لان انت في الفطار تاكل انواع الالياف اللي هي اورادي فيها مياه طيب احنا صحيح ما قلناش في الصحور هل ماكلش الالياف التانية اللي هي فيها مياه دي خالص لا اكلها برضو لكن زي ما بقلتلك انت محتاج انك تاكل النوعين من الالياف لكن في واجبة الفطار تركز على الالياف اللي فيها مياه وفي واجبة الصحور تركز على الياف اللي ما فيهش مية. بحس ديك اشباع لمدة اطول. ايه تاني محتاجين اني حنكز عليه في رمضان بصورة عامة. محتاجيني نحا في رمضان بصورة عامة اني بتعد شوية عن السكريات. طيب ده ليه? لان انت لما بيكون صايم الانسولين بتاعك بيكون تحت. الجرس همون بيكون عالي. الهمون بتاعك بيكون عالي اللي هو سبق التستسترون او الاستروجين عند السيدان. الجرس همون بزي ما بقولك بيكون عالي. الهرمون اسمه اي جي اف ون اللي هو مقصول عن حر الدهون ده بيكون عالي. الهرمونات البناءة كلها والهرمونات الكويسة كلها بيكون عالية. الكورتيزول بيكون عالي في الحدود الكويسة بتاعته. لاني قد بالك الكورتيزول هو هرمون طيب وهرمون كويس. لكن لما بيزيد عن حده وبيستمر المدة طويلة بيقلب معك لحاجة مش كويسة. المهم يعني الهرمونات الكويسة كلها بيكون عالية. طب انت لو ما بتعيشتش السكريات هتعمل ايه? هتبتدي لما بتفضح بتضيع اثر هذي الهيرمونات الجيد. بتبتدي تدخل بعد كده بقى في الانسولين يعلى قوي يضرب معاك في السماء طيب ما دخلت السكريات دخلت في عملية ومقاومة انسولين ودهون تزيد واتلاقي عندك الكورتزول الفرود العالي لان يخد بالك ان السكريات بترفع الكورتزول. السكريات بتعلق الالتهابات في الجسم والالتهابات بترفع الكورتزول في الجسم. فيبتير بعد كده تحول الكورتزول من المستوى الطبيعي بتعود له هو الكويس للمستوى العكس كده وهو المستوى الضار او مستوى اللي بيبتادي بقى يعني معك تصلوا في الشرايين والتهابات بقى ووجع مفاصل وحاجات كده مش كويسة تمام? ثالث حاجة تحتاجها في رمضان ان انت ما تركزش او مع الاكل. طب ده ليه? لان انت اصلا اريدي الصيام زي ما بقول لك هو بيرفع عندك معدل الكورتزول لانه بانواق انواق الاسترس على الجسم. فان انت بتركز مع الاكل وانت محروم منه طبعا هنا محروم منه الواجه بشرعي او طبعا الامتسال الامريلس سبحانه وتعالى لكن اقصوا انت محروم منه وانت مركز مع الاكل فده بيرفع الكورتزول اكتر. وبيخلي الكورتزول ينتقل من المرحلة او من الطبيعي بتعود حاجة كويسة لمرحلة اعلى وهو حاجة مش كويسة. طيب هنا هيجي سؤال ماذا لو ان انا عكيت يوم ولا يومين? انت لو تراحز ان الفيديو معمول حوالي تالت او رابع يوم رمضان. وانا هنا اوصل ان انا اعمل الموضوع دوت في الوقت دوت. علشان يكون عد اول يومين اللي هما في المعتاد بيقى فيهم عزومات واحنا بننعبك فيهم. فانا عايز اقول لك مش معنى انت عكيت يوم او يومين انت رأى خلاص تكملك وتطلع مرمضان وانت زايد عشر خمسة شو كيلو. لا. انت هنا خلاص عكيت يوم او يومين مش مهم عادي خالص. كلنا لازم نحترم هذه المناسبات. واني يعني نروح عن نفسنا شوية. ناكل عادة زيادة شوية. ناكل اطعامة مختلفة شوية. مش صحية قوي. لكن خلاص بعد كده خلاص يوم يومين بابتدي ارجع تاني للنزام بتاعي. بحيس ان انا اطلع من رمضان بافضل نتائج ممكنة من الناحيتين. من ناحية الطاعة ومن ناحية الجسم السليم او من ناحية الصحة عموما. بس كده بهنا انكم نوصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك هيا تدينا اشتركوا معي. اتمنى ان تشترك في القناة وتفعل الجرس خصوصا لو انت مهتم بموضوع الرياضة. علشان ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون عن اساسيات التدريب وايه اللي عمله في التدريب في رمضان. علشان اطلع من رمضان بافضل فتأة و بافضل شيء ممكن. وازاي احط اصلا هدف او تارجيت واضح او تارجيت معقول في رمضان. لان في ناس بتحط بسلا انا في مدنان عايزة زيدي اتنين كيلو عضل. لا يا حبيبي الهدف دوت غير واضح وضغط ان شاء الله اللي يكون موضوع الحلقة الجاي بالتفصيل. فاتمنى انت تشترك في القناة وتفعل الجرس. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. وما توفيق الا بالله عليك لو تلت وليه يومين. السلام عليكم.